السؤال المهم هل منتخب مصر هو منتخب محمد صلاح فالرجل رده وقال انه محمد صلاح لعب كبير وليس فقط في منتخب مصر ولكن هو لعب كبير في الدولة الانجليزية ومن اهم اللاعبين الان على مستوى العالم وطبيعي انه كل منتخب بيبقى سعيد وبيحط معظم خطته وبيبني خطته على اللاعبين التقال لاعبين الكبار اللي في المنتخب وبما ان صلاح هو اكبر واهم لاعب في المنتخب فمعظم الخطر بيتحط عليه لكن المنتخب عبارة عن 11 لاعب لو العشرة التانيين مش في مستوى محمد صلاح لوحده في مستوى مش هنعرف نعمل حاجة وانا اعتقد ان دي تصريحات محترمة جدا وختمها هكتور كوبر وقال انه متأكد ان زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني لديه رغبة اكيدة في ضم محمد صلاح اما في انتقالات يناير القادم او بعد نهاية الموسم فقالوا له بناء على ايه قال لهم لانه محمد صلاح بيلعب مع ليفر بول في الشامبينز ليج فلو انتنقل ليناير في ريال مدريد القوانون ما يسمحلوش ان نلعب مع ناديين في نفس البطولة فساعتها هيقعد 3-4 شهور مايلعبش وتخسروا ريال مدريد في دور الابطال فربما يأجلوا التعاقد معه لنهاية الموسم ويبتلي معهم موسم الدور الاسباني والدوري الاوروبي او الشامبينز ليج فبالتالي كوبر يؤكد على رغبة زين الدين زيدان مدير الفني لواحد من اكبر اكبر اندية العالم في ضم نجمنا المصري المحترف ابو الفلاح